واحة القرآن مسابقة سهيل القرآنية العامة برنامج يهتم بتقديم حفاظ كتاب الله العزيز ويصلط الأضواء على مهاراتهم المختلفة بصمة صوته خاصة به غير قابلة للتقليد وأدوات التشبيه ولصوت عقيل الصريمي في المناسبات الوطنية وقع نفسي وأثر معنوي فقد امتزجت في نبراته الجهورية فصحت الشاعر بحماسة الثائر بروح الخطاب الوطني مع مقدرة فائقة على منح كل مفردة صوتها اللغوي الخاص بها في مخرج النطق ورتم السيهاق يعتبره مجايلوه من أجمل الأصوات الإذاعية وأقدرها على ملامسة شغاف القلب وتشنيف الأذن ومخاطبة نفسيات الجمهور بلغة إعلامية فصحى يفهمها المستمع بيسر حتى وإن لم يدرك معنى مفرداتها في إذاعة الحديدة التي مثلت واحدة من أروع الإذاعات المحلية وأثراها إبداعا شكل عقيل الصريمي مع نخبة من الإذاعيين الرواد كعبد الله أحمد راشد الوصابي وأحمد عمر أحمد أحمد الهوية الإذاعية لهذا المنبر الإعلامي المتألق قبل أن تخرس مليشيا الحوثي صوت الإذاعة تماماً وعبر أثير إذاعة صنعاء قدم عقيل الصريمي سلسلة من البرامج الإذاعية المتميزة بطابعها الثقافي المتنوى كبرنامج أوراق ملونة أوراق ملونة واستراحة الظهيرة كما عين مديراً للبرامج الجماهيريات والبث المباشر لما يتمتع به من سرعة البديهية والحس الإعلامي العالي والقدرة على المحاورات وارتجار الخطاب الإعلامي الحصيف على الهواء مباشرة ترقى عقيل الصريمي عدداً من المناصب الإدارية في إذاعة صنعاء من بينها مديراً عاماً للأخبار ورئيس تحرير نشرات الأخبار لكن إشرافه على التبادل البرامجي بين الإذاعات العربية نقله إلى آفاق شهرة أوسع ليكون من أبرز الأصوات الإذاعية على مستوى المنطقة العربية ومؤخراً رست به مسيرة الإعلامية الزاخرة بالألق والإبداع على الإدارة العامة للبرامج في إذاعة تعز والتي تعرضت الأخرى لدمار شامل على يد ميليشيا الحوثي إلا أن صوتها لم ينقطع عن جمهورها المستمعين حتى اللحظة تدرب على يد عقيل الصريمي الكثير من الإعلاميين وأسهم في تأسيس العمل النقبي الإعلامي وكتب في الصحافة المقرؤة كما أطل من شاشات الإعلام المرئي في تلفزيون اليمن مقدماً لنشرات الأخبار الرئيسية ومع تأسيس قناة سهيل 2009-2010 كان الإعلامي الراحل يضع لمساته الرصينة في تشكيل الهوية الإعلامية للقناة في بداية انطلاقتها كما كانت له باصمات في تسجيل البرموهات والسلجونات الخاصة بهوية وبرامج القناة في بداية انطلاقها وظل لفترة مستشاراً وموجهاً للكثير من برامجها